سلام لبنات كيف دايرين لبس عليكم بخير كانت منها ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله جبت لكم حاجة اللي بسيطة بسيطة بزاف لكن المكونات اللي فيها ويعني المفعول اللي فيها صحي ولديدة بزاف كتفكرنا في ايام الطفولة اليوم شاء الله غدي نشارك معاكم واحد الكيك اللي كتجي كما كتشوفو منفوخة بحل ديال المحلابات ديال الزنقة كتجي رائعة رائعة كتستحق انكم تجربوها وبسيطة جدا ما فيهاش بزاف ديال التعب كذلك ما فيهاش بزاف ديال المقادير المقادير متوفرة فقاع المنازل اللي كندير فيها نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة اذا كنتي اول مرة كتشي قناة مطبخ امينة ام سليمان ما تنسيش تشاركي بالقناة وتفعلي الجارس باش توصلي بجامع الجديد من الفيديوهات مطبخ امينة ام سليمان وكذلك لاعجبك الفيديو خلي لايك اول حاجة غادي نحتاجو في المقادير هي ربعات ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ شوية ديال القرقاع وتقريبا كأس مع مرش بزاف ديال السكر سانيضة غادي نحتاجو كدلك كأس مع مرش بزاف ديال الزيت النباتية واحد شوية ديال زبيب كأس غير مملوء ديال الحليب يا وقت طبيعي غادي نحتاجو كدلك جوج ديال الصشيات ديال السكر الفانيلا غادي نحتاجو جوج ديال الساتشيات ديال الخاميرات ديال الحالويات غادي ناخد ربعات ديال البيضات ديالي غادي نديرهم في الخلط بالنسبة لطريقة سهلة سهلة بسيطة كما قلت لكم ما فيها لمجهود لا والو يعني ضغية كتوج لنا هاد الكيك ديالنا ونفعول ديالها كما قلت لكم صحية لان انا كنديرو فيها زبيب كنديرو فيها القرقاع ممكن ديرو فيها حتى اللوز غادي نضيف على البيض ديالي السكر سانيدة نغطي المكونات نضرب غير دربة وحدة في المولينيكس نضورها غير دورة وحدة ونحبس غير يتخلط لي هادك السكر مع البيض ونحبس ما خصناش نوصله لان البيض ديالنا يطلع مع السكر باش ما توليش لنا خفيفة على الشكل ديال الجنواز فغادي نزيدو الكأس الغير مملوء ديال الحاليب ومن بعد غادي نزيدو كذلك الياورت ديالنا طبيعي فاذا بغيتو تديرو شي ياورت ديال شي نكهة بالنسبة البانان او الخوخ اي حاجة ممكن نضيفوها انا ضفت فقط الطبيعي كيعطيها واحد مضاق اللي زوين ويعني كيستحق انكم تديروه فغادي نضيف كذلك السكر الفانيلا وغادي نديروه الزيت النباتية ديالنا غادي نغطي المولينيكس ديالي نحاول نحرك المكونات جيدا حتيت جانسولي تماما من بعد غادي نكبهم في واحد البول اللي كبيرة ماذا بيوش غرجع لكم دابا غادي نخد ذلافة كبيرة بهذا الشكل هادا فغادي نوضع فيها الخالطة ديالي كيما كتشوفو راكي يجي جاري بالنسبة للدقيق فانا غادي نحتاج تقريبا زوج ديال الكووس ونصف غادي نضيف الكاس اللول ضروري اننا نغرب له نضيف الكاس تاني كيما كتشوفو ونحاول غير نحرك بالسباتيل باش هكا ما يتحناش الخالطة ديالنا غاين نحاول ندخل هاداك الدقيق مع الخالطة ديالي وفي نفس الوقت ما نكبوش الدقيق في دقة باش هكا ما يديش لنا واحد الحبيبات ويخسر لنا الكيك ديالنا غادي نستمر بنفس العملية حتى غادي نحاول نحرك هاداك الدقيق مزيان ومن بعد غادي نزيد الكووس المتبقية فالكاس التاليت كيما قلت لكم كان اعتاد اللي اني كنظن قلت في الفيديو جوج ديال الكووس ونصف لكن احتاجت كان اعتادر ثلاثة ديال الكووس ونصف من بعد داك النصف الاخر اللي غادي نزيدوه فغادي نديرو معاه الخاميراء ديال الحلويات حاجة مهمة هي اننا ما نضيفوش الخاميراء في الاول نخليوها هي يعني فليتاب الاخرى اللي نديروها هيو الدقيق الاخير اللي غادي يكفانه فغادي نضيف نصف ديال الدقيق الكمية ديال الدقيق ديالي وغادي نزيد اليها الخاميراء ديال الحلويات فانا غادي نغربلها كذلك لانا كيكون فيها واحد الحبيبات والدقيق ديالنا حتى هو خاصة يتغربل لانا بعد المراش كيكونو طايحين فيه شي شي خيط او لا شي حاجة باش نتفاذو هاد الشي كامل ضروري اننا نغربلو الدقيق ديالنا وكذلك يخرج منو حتى الهواء كيعاولنا باش الكيك ديالنا كتنجح وكتجي من فوخة غادي نستمر بنفس العملية حتى غادي نسالي الدقيق ديالي كامل وغادي نخلطه ومبدأ نزيد عليه شوية ديال الزبيب نخلط كذلك وناخد القرقاح حتى هو ومبدأ نزيد بشوية بشوية بالنسبة اللي بنات اللي يقدرو يبقى يحلوا الفران ويسدوه يحلوا ويسدوه باش يتفادوا ان الكيك ديال هم مطيحش يديروا قطارات من الخل تقريبا ملعقة صغيرة باش وخات حلي الفران مطيحلكش الكيك ديالكو ولكن ماشي تسمعي ديري الخل تبقى غير ديري الخل وتقى حل سد حل سد حل سد يعني لك انتي ديري فران ديالك شي حاجة اخرى اللي ممكن تطلع عليها او لا واختي على الكيك ديالك فممكن تضيفي قطارات من الخل كذلك تضيفي قطارات من الملح لتصحيح عفوا الدوق قادي نضيف الزبيب ديالي وغادي ندير كذلك القرقع نحاول نقرضو يعني نحاول نفتوها كابين صباعي ونوضعو حتى هو على الخلطة ديالي من بعد مسارة الكمية ديال القرقع اللي عندي نحاول نخلط المكونات دائما ماشي نطرب طرب اليادوي انما ناخد غير سباتيل ما عنديش هاد سباتيل ديال البلاستيك ممكن نستعمل غير ملعاقة وندير الطريقة اللي كتشوفو معايا في الفيديو نحاول ندور ونخشي باش هكا ما كاتحش لنا الكيك ديالنا من بعد غادي ناخد مول فانا استعملت هاد المول هذا الطويل غادي ندهنوه بالزبدة لما كانش متوفرة الزبدة فممكن ندهنوه غير بالزيت وغادي ندير عليه الدقيق ندوزو عليه كامل وغادي ناخد الكيك ديالي عفوا غادي ناخد الخالطة ديالي غادي نوضعوه في هاد المول بهذا الشكل هاد المرحلة هادي كيكون الفران ساخن على اقصى دراجة مني كنقرب ندخليه الكيك ديالي فكننقصوه على ميتين دراجة كنشعل غير من التحت كنخلي الكيك ديالي حتى كتنفخليه مزيان زيان عاد كنشعل حتى من الفوق باش تحمر بالنسبة لهاد المسألة هادي ديال انكم ضربوها مع الارض كما شتوا في الفيديو فانا بالنسبة لي ضرورية لانا كنخرج داك الهواء وكتقدليه حتى الكيك من الداخل ما كتجينيش جيهة طالعة وجيهة ناجلة فمن بعد ما كتوجد لي الكيك ديالي كي ما قلت لكم من قبل تقريبا كنخليها خمسة وعشرين دقيقة شاعل غير من التحت فكتطلع لي مزيان على دراجة الحرارة ميتين حتى كتطلع لي وكنشعل من الفوق ومن التحت كنخليها في ميتين دراجة حتى كتتحمل لي وكتبليت شقات وطلعات وكتكون واجدة كنجبدها بهذا الشكل من بعد ما كتبرد تماما ما نحيدوهاش من المول وهي سخونة لانا بزاف ديالي بنات كي حيدوها من المول وهي سخونة وكتفتتليهم فكتجيهم يعني ما صادقاش وهي را غير تقنية ديال انكي تخليها باش حتى تبرد لي ما كتصبريش اليها وكتخسريها من بعد غادي نحاول نقطعها فبالنسبة لتقطع ما نقطعهاش من الفوق لانا غادي تخسر نحاول ما امكان نقطعها من التحت بموس اللي يكون منشار او لا موس يعني مهم يكون ماضي باش هكا نحكمها اكتر لانا في هدوك المكسارات باش هكا ما يبقاوش يقسلنا الموس دوك المكسارات وتخسرنا الكيك ديالنا غادي نستمر في التقطيع حتى غادي نكمل الكيكة ديالي كاملة بالتقطيع غادي نقدمها لعائلة ديالي بالصحة والرحة والعافية والهانة كنتمنوا ان شاء الله الكيك دياليوم تكون اعجباتكم نالت الاعجاب ديالكم تشاركوها مع اصدقاء ديالكم بارتاجيوا باش يوصل الفيديو الاكبر عدد من الناس وكنتمنوا ان شاء الله يكون اعجبكم خليتكم على خير متقى وان شاء الله فيديو قادم مع وصفة قادمة اشتركوا في القناة